نغم الصباح وعادة ناس صباحيين ولا احنا وايد مقاعدينكم مبتشر لا الحمد لله بحكم طبعا دراست الولاد وكده لازم نصحى بدري فانو ماشي الحياة الحمد لله يقاعدوننا مبتشر غصبا علينا الحمد لله دكتورة ودنا نسوله في وايد مواضيع تفيدنا اكيد وتفيد كل من قايا يسمعنا وايد هالأيام فيه كان نسمع مصلاحات هديدة في طب الأسنان زراعة الأسنان والتركيبات فممكن يصير لبس ولاخبطة عند بعض الناس شنو الفرق بين زراعة الأسنان اللي ممكن الحديثة وفيه التركيبات العادية هل فيه فرق بينهم ولا هم مسميات فقط طبعا هو فيه فرق كبير بين الزراعة وبين التركيبات العادية يعني الزراعة دي نعمة كبيرة من عند ربنا الحمد لله ان فيه زراعة أسنان هي عبارة عن يعني برغي أو مسمار من التايتينيوم بيتحط في العظم بمنطقة البساطة وبيعوض لنا السن المخلوع بسن زيه تمام يبقى تركيب سن بزرعة التركيبات العادية احنا عشان نعوض سن واحد محتاجين نشتغل على ثلاث أماكن أو ثلاث أسنان أو بنعوض ثلاث أسنان طبعا يعني لأ فرق كبير جدا بين الزراعة وبين التركيبات العادية الزراعة بتعوض لنا الحاجة المفقودة بسن زيها التركيبات العادية لا ما نقدرش مثلا نحمل كل الفك في الفم على أربع أسنان لكن نقدر نعمل ده مع الزراعة فلا الحمد لله يعني الزراعة يعني حاجة من اللي بتحللنا مشاكل كبيرة جدا جدا للمرضى إن واحد لو فقط سن ما يضطرش إن هو يخرب سن قبله وبعده علشان يعمل عليهم تلبيس لا بنعوض السن بس اللي مفقود أقدر على السن واحد مو شر يعني بنعوض المكان المفقود بس ما بنحتاجش إن إحنا نسند على شيء قبله ولا بعده ولا نعمل علاج عصب لقبله أو بعده ولا نحف الأسنان اللي محيطة بي بس إن إحنا نحط السن في مكان المخلوعه بس وهكذا زي ما بقول لك التركيبات نقدر نشيل الفك كامل على عدد محدود من الزراعات ما نقدرش نعمل ده مع الأسنان الطبيعية حالو فأنتي ما شاء الله حين جاعت قولين هذه تسهلت العملية صحيح وطريقة عملها هل تكون حتى أسهل حج الشخص نفسه حج المريض نفسه طبعا يعني عشان المريض يعوض سن بزرعة الموضوع في منتهى البساطة ممكن يخد له 7-8 دقايق مثلا زراعة السن الواحد علشان المريض يعوض السن بتركيبة لا بيحتاج زي ما قولنا علاج عصب للأسنان اللي قبله واللي بعده وحفليهم وتركيبة جسرة عليهم هم التلاتة عشان يعوض سن واحد بس مفقود في النص فطبعا الزراعة بالنسبة للمقارنة بينها وبين التركيبات كافة الزراعة طبعا تكسب أنا بالنسبة لي أنا من الأشخاص ممكن وايد أخاف من طبيب للسن فهذه بالنسبة لي معلومة راح تفرق وايد أنا ودي أخلص كل شيء بأسرع وقت فإذا كانت مثل ما قلتي 7-8 دقايق فهذا شيء وايد ممتاز هل لها آثار ممكن تكون جانبية تكون ممكن آثار سلبية سبب ريحة في الفم أو شيء شذي لنجعل نحط مثل شغلات غريبة في الفم ولا لأ ما لها آثار طبعا زي ما قلنا الزراعات من التايتانيوم التايتانيوم ده معدن يعني محترم جدا إن هو ما بيتفعلش مع جسم الإنسان لا بيحصلوا تعفون ولا تحلل ولا بيعمل أي مشكلة مع جسم الإنسان لدرجة إن العظم ما بيكتشفش وجوده فبيتبني حواليه كأنه مش موجود فيبقى جزء من جسم الإنسان اللي بيسبب أي ريحة سيئة مش الزرعة في حد نفس ذاتها ولا التركيبة ولكن حتى الأسنان الطبيعية لو فيه إهمال وتخمر للأكل بين الزرعة وبين الأسنان أو بين التركيبة وبين الأسنان الطبيعية أو في جيوب الأسنان الطبيعية ده اللي هيسبب ريحة في كل الأحوال لكن الزرعة في حد ذاتها مش هي أبدا اللي ممكن تعمل ريحة ولا بتتحلل ولا بيقرلها أي شيء يعني هي الزرعة في حد ذاتها ما بتتفعلش محترم أوي فهي طريقة اهتمامك وعنايتك بعد ما تحط هذه الزرعة فإنه يكون شو أنت تهتم وتنظفها بشكل عام بزرعة ممكن أننا ندمج ما بين مثلا إذا شخص مسوي أساسا تركيبات يقدر يسوي زراعة يدمج ما بين هذا وهذا ولا إذا أنت سويت من قبل تركيبات لازم تستمر على هذا الموضوع يعني ممكن ناس مجاربين من قبل ودهم يغيرون هل هذا ممكن؟ ممكن طبعا ما فيش مشكلة وإن إحنا بنتخلى عن وجود التركيبات ونستبدلها بزرعات بس طبعا يعني خطة العلاج بتفرق على حسب المريض عنده إيه بالزبط أو بادئ بإيه بالزبط بس يعني الزراعة يعني لها مميزات كتير جدا منها المرونة إن الأمور بنقدر نزبطها ونتحكم فيها زي ما إحنا عايزين مع التركيبات لأ أنت محدد بعدد الأسنان وبقوة الأسنان اللي موجودة لكن الزراعة لو ما فيش حتى ليها مساحة عضم كافية نقدر نبني لها عضم ففي الزراعة لأ كل شيء إن شاء الله أوبشنال يعني إن شاء الله ممتاز دكتورة نجلة الحين ما يخرف أنا قاعد تخيل إذا شخص رايح عنده كذا سن يبي يسويهم هل يقدر يسويهم كلهم مرة واحدة ولا في مدة لازم تكون بين جلسة وجلسة شكثر مدة ما بين هذه الجلسات تتكون؟ لو حيك بتتكلم على الزراعة في حد ذاتها هو على حسب برضو المريض فاقد إيه بالضبط هل عنده سن ولا أكتر؟ حتى لو المريض فقد أسنانه اللي في الفك كلها نقدر نعوضها في جلسة واحدة الموضوع بقى سهل كتير بس طبعا بين الزراعة وبالتركيبات ده برضو بيعتمد على قوة عضم المريض نفسه القوة اللي احنا ربطنا بها الزراعات هل نقدر نمشي من العيادة في نفس اليوم بتركيبة سبتة مؤقتة ولا لا نقدر نحط له تركيبة متحركة يعني عوامل بتختلف من شخص للتاني بس في كل الأحوال هي يعني خطة عمل الزراعة بتكون مرضية للمريض يعني ما فيش مريض بيمشي إلا هو خارج بنتيجة معقولة بالنسبة له حتى لو كانت متحركة لحد ما نوصل للوقت بتاع تركيبة السابق حلو أدري أن ماكو جواب يقول مثلا عدد معين لكن أفرج مثلا كم العدد الأسنان أو عدد الجلسات للأسنان ممكن أفرج أدري يعني مو مافي أسنان مرة وحدة لكن شخص أو مريض عادي العادة يراجعكم يعني زي ما بقولك علشان توصل للتركيبة النهائية إحنا محساجين في الطبيعي شهرين لثلاث شهور ممكن تحط تركيبة مؤقتة في نفس الجلسة في نفس اليوم بتاع الزراعة وممكن لقى على حسب مشكلة المريض نفسه لكن في العادي إذا ما كناش قادرين نحط تركيبة سابتة بنحط تركيبة متحركة فده في نفس الجلسة يعني بيخرج بتركيبة في نفس اليوم ممتاز هذه أمور وايض دائما أنا عندي الصورة هذه تخرج أو أشوفها حتى بالإعلانات أشوف سالفة أو صورة البرغي اللي ينحطوا شيء ممكن الموضوع يكون مخيف بالنسبة لي أكثر من اللقاء أسماع حاليا هذا شيء ممكن يريحه ويطمن أي شخص وده يجرب هذه التجربة وتكلمتي توي ذكرت لتسالفة ريحة الفم ممكن قلتي يتكون ويسببها عدم العناية أو إهمال المريض بعد ما يركب الزراعة أنزين شنو طريقة الاهتمام بعد تركيب هذه زراعة الأسنان؟ هل إيه طريقة معقدة ولا سهلة؟ شنو طريقة الاهتمام فيها؟ والله طريقة بسيطة جداً ولكن محتاجة من المريض الاستمرارية يعني مش إنه هو ينظف يوم وعشرة لا كل ما هو دايماً بيستمر في التكنيك المصبوطة اللي الدكتور بيعلمه له بيضمن النتائجه تفضل طول العمر كويسة ودي ميزة كبيرة للزراعة أنه ملهاش عمر افتراضي ما قدرش نقولك والله الزراعة عشر سنين وممكن تفشل لا الزراعة ممكن تعيش مدى الحياة لو المريض بيتابع مع الدكتور مصبوط المتابعة بتكون خلال أول سنتين كل ثلاث شهور أو كل شهرين بعد كده نقدر نشوف المريض على فترات أبعد شوية بس يعني زي ما بقولك والفكرة كلها قدق المريض متعاون مع الطبيب في العناية مهمة جداً مثلاً هل هي نفس التنظيف العادي تفريش الأسنان العادي ولا في لها شغلات أكسرا؟ هو نفس تنظيف الأسنان العادي ولكن العادي المزبوط أن احنا بنستخدم حاجة اسمها الفرش اللي بين الأسنان زي الفرش المستخدمة في التقويم الفرش الصغيرة دي دايماً بتحفظ لنا المساحة اللي حوالين الزرعة صحية طول ما العظم حوالين الزرعة صحي واللسة صحية كده أمورنا تمام فنحنا بنفرش التفريش العادي وطبعاً يعني مفروض إن احنا نقول 85% من الناس مفروض تقوم بتستخدم فرشة ميديم مش صوفت والفرشة اللي بين الأسنان أو الووتر فلوسر كل الحاجات دي حاجات مهمة جداً هذه معلومة وايد لازم يوقف عندها هنا وايد أشوف في ديكاترا في السوشال ميديا ديكاترا تسان يقول لا تستخدم الصوفت لا تستخدم الميديم صحيح وأنا حولت أصلاً أنا كانت ميديم حول بلاي صوفت بسببت هذه المعلومة تجاعت تقول لا تستخدم الميديم لا تستخدم الصوفت بالضبط هي الفكرة كلها فئي إن 85% من الناس التخانة بتاعت اللاسة بتاعتهم سميكة التخانة السميكة دي يعني فرشة ميديم بتأدي أفضل أداء معاها فدول طبعاً الغالبية العظمة من الناس 15% بس هم اللي عندهم لسة تخانتها رفيعة دول الواحدين اللي عندهم اختيار إن هم ممكن يستخدموا الصوفت لكن برضو لو استخدموا الميديم مش معناها إنها مضرة بس يتخدموها صح لكن لما الواحد يستخدم فرشة صوفت طول الوقت وهو حتى لسة كويسة وتخانتها كويسة ده ممكن يكون مش بيقدل تنظيف 100% كويس يعني دول بيقولنا دايماً بمشاكل هاي دي خناءة كبيرة بين دكاترة التركيبات ودكاترة اللاسة وحيصار بمخي إن أنا وايد شفت وأذكر من الدكاترة اللي قالوا في السوشال ميديا دا دايماً الأفضل هي الصوفت فالحين دكتورة نجلة قاعد تقول إن الأفضل هي الميديم إلا إذا كان عندك مشاكل في اللثة فتروح على الصوفت إلا إذا كنت بتأذي نفسك بالفورشة الميديم مش بس إن عندك مشاكل يعني يعني لو الواحد بيقرح نفسه يعني مش طبعاً أنا فكرة فيه برضو معلومة غلط إن الواحد لما نسلته بتنزف معناها نهو لازم يغير الفورشة الصوفت لأ مش يعني معناها نعايزة تتعالج مش معناها نحنا نغير الفورشة الفورشة الميديم مع استمراريتنا عليها حتى لو مثلاً أسبوعين كاملين هنلاقي إنه فيش نازيف في اللثة نهائي لو إحنا بنستخدم صوفت ممكن نفضل طول عمرنا بالتهبة اللثة هذه بالنسبة لي معلومة ووايد مهمة لأن هي اخناقة كبيرة الحقيقة إي أنا كعشوف ووايد سمعهم ويتكلمون وواطقين في اللي قاعد أقولهم ما شاء الله قاعد أشوف الحين في رأي ثاني فأتوقع هذا لازم نتأكد منه ونشوف شنو اللي ناسوبنا رحين تشايكل لنا ممكن أو نزور التفحصين لنا اللثة وتقديل لنا شنو الفورشة اللي مفروض نستخدمها على طاري الالتهابات أو الجروح اللي تصير في اللثة شنو أفضل طرق لعلاجها وش كثر يعني تكون خطرة على على اللثة هو طبعا ده سؤال مهم جدا أولا إحنا عايزين نعرف أن تلاتة من كل أربع أشخاص عندهم التهابات مزمنة في اللثة التهابات مزمنة بمعنى أنها بتقديل تآكل العظام اللي ماسكها الأسنان فدي حاجة خطيرة جدا وانتشارها كبير جدا والناس ما عندهاش دراية بيها وعلى فكرة الكلام ده يعني حتى يعني الدراسة دي خارج الدول العربية فطبعا في الدول العربية للأسف ممكن يكون موضوع أكتر شوية طب خطورة التهابات اللثة دي إنها لما بتكون مزمنة بتبتدي تأثر على العظم اللي ماسك الأسنان بتعمل تآكل في العظام اللي ماسك الأسنان نبتدي نلاقي إن السن بيتلخلق حتى لو كان سليم مفيش حوالي أي يعني مفيش فيه تسوس مثلا لكننا بنفقده علشان هو عنده التهاب مزمن حل التهاب المزمن ده حاجة في منتهى السهولة اللي هو أسهل علاج في طب الأسنان كله اللي هو التنظيف العميق لللثة بس يتعامل مزبوط يتشخص ويتعامل مزبوط يعني أحيانا في مرضى مثلا يتشخصوا إن هو عنده التهاب في العصب في حين إن هو العصب بتاعه سليم وكل مشكلته في الجيوب العميقة اللي حوالينا الأسنان فالنقطة دي للأسف غايبة عن التشخيص لما تتشخص صح بتحل مشاكل كتير جدا وتحفظ للناس سنانها على مدار العمر يعني المريض اللي بيعتني بعضمه يقدر يحفظ على أسنانه 100 سنة 200 سنة لكن المريض اللي ما عنده عضمه هيفقد أسنانه بدري اللي هو بيخسل غلطه بيفرج غلطه وعنده التهابات مزمنة سكتة هو ده للأسف اللي بيخسر اللي أسنانه بتلخلخ بالضبط فهذه يدير بالك أنت تكون طريقة عنايتك في أسنانك خاطئة فهذه راح تسبب لك مشاكل فإذا كنت حافظ على الزيارة الدورية لطبيب الأسنان أتوقع راح تبين عندك هذه المشاكل وراح يتم تشخيصها بشكل مناسب صحي صحي دكتورة نجلة كلمة أخيرة ممكن ضيفينها في هذا اللقاء ووايد معلومات سوادنا فيها بس كلمة أخيرة وديتش تقولينها لا طبعا إن المريض يأخر العلاج ده بيزود عليه المشاكل يعني أرجو أن الناس كلها يعني تحس زيارة طبيب الأسنان بقت كتير قوي أسهل ما بقتش تخوف زي زمان يعني جملة بنسمعها وبتضيقنا وبتبسطنا في نفس الوقت اللي هو الموضوع سهل لأنا ليه تأخرت كل داعا فالموضوع فعلا والله يبقى فعلا سهل بالنسبة للزراعة وبالنسبة لكل ما يخص علاقات الأسنان الحمد لله الدنيا كل ما بتتقدم ما بيقاش طب الأسنان مرعب للدرجة اللي كان فيها قبل كده بالضبط فمثل ما قالت دكتورة نجلة هذه صحتك وأسنانك لا تتأخر فيها ولا تأجل سوها الحين راح يكون شيء بسيط لا تتأخر بعدين ويصعب الموضوع دكتورة نجلة مكاوة محمد خصائي طب الفم وأمراض اللثة وزراعة الأسنان مشكورة على وجودت معانا ونورتين شكرا لكم شكرا لكم